اشتركوا في القناة وقال أحد المشايخ الذين يعملون في ضر الإفتالي المصرية في بث مباشر عن دفع الزكاة لغير المسلمين وبين أنه لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلمين وقال يأخذ من الصدقات العامة ثار الناس وثارت التعليقات على سوشيال ميديا وغيرها فقام اليوم السابع وموقع جريدة وطن أو الوطن بحذف الرابط ليس موجودا لا خبر ولا الرابط حزف ولكن اللي يبحث سيجد أن الرابط والحكم نفسه عن ضر الإفتاء من قديم من 2017 وقبل ذلك وقبل ذلك أن معظم الرأي المعمول به في ضر الإفتاء المصرية من أيام علي جمعة إلى الآن هذا هو الرأي الذي يقال به وفيه أظن فيديو للشيخ علي جمعة بيقول أيضا بهذا الرأي أنه لا يجوز الزكاة أن تعطى لغير المسلم ولو رجع عندما قلت إلى 2017 هنلاقي نفس الرأي موجود عن أمانة الأمان العام للضر الإفتاء المصرية طبعا حزف الرأي أو حزف الخبر مش علاج ومش حل ومس صح الأضية إيه؟ الأضية أضية علمية فقهية وهنقول إيه اللي أصابت فيه ضر الإفتاء وإيه اللي أخطأت فيه إن فيه رأي علمي بيقول إن الزكاة لا تعطى لغير المسلم نعم رأي وهو رأي الجمهور جمهور الفقهاء آلوا لا يعطى والإمام أبي حنيفة وعدد من أهل العلم الأخرين من الصحابة والسلف والستابعين أن لا يأخذ غير المسلم من زكاة المال أو زكاة الفطر هاوضح كل دابد ليه بالتوضيح أنا بس لو اللي بقول ملبسات الأمر يعني لكن ننتبه لنقطة مهمة عشان فيه نقطة هنا تضيع بين الأطراف اللي هتهاجم والأطراف اللي هتدافع يعني أني سنواحظ أن اللي قالوا أن غير المسلم يأخذ من الزكاة هم بن قسين المشايخ الذين تتهمهم الدوائر الليبرالية أو مدعية الليبرالية ومدعية التنوير زي خالد منتصر زي اسلام البحيري زي مش عارف مين كل ناس اللي هم الدولجية اللي مع السيسي الناس اللي قالوا أن يجوز لغير المسلم أن يأخذها من الزكاة هي الناس اللي بيهاجمها الناس دول والمفروض المؤسسة اللي تابعة للدولة اللي قالت لا لا يأخذ غير المسلم من الزكاة فضار الإفتاء قالت لا ما يأخذش اللي قال إن يأخذ من الزكاة زكاة المال والفطر مين أول اسم متهم بالإرهاب عند هذه الدوائر العلامة الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه فقه الزكاة ويصح الوقف على أهل الذمة سواء كان يهود أو مسيحيين لأنهم يملكون ملكا محترما ويجوز أن يتصدق عليهم فجاز الوقف عليهم كالمسلمين يرى بجواز إعطاء زكاة المال لغير المسلم طيب وضار الإفتاء المصرية شوقي علام ومجموعته والدنيا والإدار الإفتاء مش مرة ولا اتنين لا وقبل ذلك طرى عدم الإعطاء أنا بس نقطة عشان الناس اللي بتصنف الإرهاب والتطرف والرأي المتشدد وغير المتشدد والإخصاء وغير الإخصاء يعني ده يربك يربك لكم تماما الحسابات التي تعملون بها ولها لأنها مش قائمة ليست قائمة على أسس علمية قائمة على الهوى والمزاج والتعصب والدولوجية والعمالة مش الدولوجية بس فيه الدولوجية نصبها مثلا بترائح يعني سيارة الدولة لا الناس اللي هي على حسب الحاكم عايز الرمود معاه بيشاور على أي بصلة طيب ده بس نقطة أولية دار الإفتاءة المصرية غلطت في إيه أولا أخطأت الفتوى في شيء مهم إن السائلة التي تسأل في السؤال اللي شالوه من على السوشيال ميديا والنت إن هي في بلاد أوروبية فالأولى لما قفتي بوحدة في بلاد أوروبية في سؤال يتعلق بالآخر غير المسلم الأولى أننا لما بقى عند رأيين رأي يشدد ورأي يسر لكن الرأي الذي يسر مع دليل يعين المسلم في البلاد الغربية على المواطنة الصالحة والتعايش السلمي مع الآخر ده الأولى أننا نرجحه إننا أدعوه النقطة التانية المهمة ده خطأ وعد في دار الإفتاءة في فتواها دي لازم نعترف لا هي قالت رأي علمي لكن من باب الترجيح كان الأولى بها وأن السائل يسأل في بيئة معينة أن يراعي هذه البيئة اتنين نقطة مهمة أن من قالوا أن غير المسلم لا يأخذ من الزكاة والذي قالوا غير المسلم يأخذ من الزكاة الطرفان اتفق على شيء مهم أن غير المسلم يأخذ من الصدقات والهبات والوصايا وكل الصدقات العامة يعني كل الجمهور اللي قال لا ما يأخذش من الزكاة بس قال يأخذ من أبواب أخرى لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين تمام طيب نيه عند القضية نفسها قضية إعطاء الزكاة زكاة المال وزكاة الفطر لغير المسلم هي قضية اختلف فيها الفقهاء الذي قال لا يأخذ لكن قال يأخذ من الصدقات الأخرى اتجه إن للآية قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين وأن المقصود بذلك فقراء ومساكين المسلمين ولكن الرأي الآخر وده اللي فصل فيه الشيخنا الشيخ القرضاوي بين في الزكاة نفسها قال إن الرأي اللي قال إن لا يأخذ وبدأ بصدقة الفطر قال إن الإمام أبو حنيفة العلماء اللي قالوا إن الإعطاء من صدقة الفطر استدلوا بعدة أدلة مهمة إيه هي جايب كلام مهم الشيخ القرضاوي في غاية الروعة قال إن الكفرات والنظر والأعمال دي كلها كل ده لمنونها عنها لعموم الآيات إن تبدو الصوقات فنعيم ما هي فكفرته إطعام وعشرة مساكين وإن أوسط من تطمين أهليكم وقال من غير فصل بين المسكين مسلمون لغير مسلم وجاء عند صدقة الفطر قال إن الإمام أبو حنيفة أجازها شريطة اللي يكون الكافر ده اللي يكون الكافر محاربا للمسلمين ونقل أبو عبيد وابن أبو شايبة عن التابعين كانوا يعطونا الرهبان من صدقة الفطر إن كان من التابعين من يعطي الرهبان مش مجرد غير مسلم دراهب أسيس من صدقة الفطر سواء في المسيحية أو في اليهودية أو في غيرها زكاة المال الشيخ القرضاوي رجح الرأي القائل بجواز إعطاء غير المسلم منه ويستدل بقول رأي أبي حنيفة وعدد من التابعين والصحابة استدلب يا شيخ القرضاوي استدلب كلام رؤائي عن سيدنا عمر بن الخطاب إن سيدنا عمر لما يفسر قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين قال لما وجد فقيرا يحتاج قال هذا من مساكين أهل الكتاب واستدل بالآية إن المساكين إطلاق عام تمام وإن مذهب عمر رضي الله عنه مذهبه جواز إعطاء غير المسلمين من زكاة المال طيب وإني عكرمة أحد التابعين الكبار قال لا تقول لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين مساكين أهل الكتاب يعني فصل الآية إنما الصدقات للفقراء وإن الفقراء يقصب بهم الفقراء المسلمين والمساكين أي مساكين أهل الكتاب تمام ورجح في هذا الشأن الشيخ القرضاوي واستدل أيضا بي يعني من الأدلة التي استدل بها في القضية والمسألة في دليل ذكره مهم جدا شيخ نشيل القرضاوي نعم لازم أجيب له أنه مهم جدا قال إن القرآن مدح عباده الأبرار بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال إني المفسرون والمام الحسن البصر وغيره قالوا كان الأسرى حينئذ من أهل الشرك يعني إني يا جماعة يتيما ومسكينة وأسيرا قال إن الأسرى في هذا الزمان ما هو الأسرى يكون من غير المشرك الأسرى لن يكون إلا المشرك ده الكلام الأدلة على جواز إعطاء الزكاة سواء المال أو الفطر لغير المسلم وده زيما ذكرت رأي شيخنا شيخ قرضاوي وأسهب فيه بإسهاب طويل ودل لمن يريد أن يعود إلى بقية التفاصيل المسألة كما رأينا نعم إن كان هناك خلاف لكن كان ينبغي لدر الإفتاء أن تذكر الرأي والرأي الآخر تذكر إن في المسألة رأيان رأي بكذا رأي بكذا وإن رجحوا رأيان الأمر الآخر يا جماعة الناس لا تتكلم عن الموضوع وتتعامل مع الموضوع أنت بتتكلم عن أضياء فقهية هل أنت ملم بأدلتها وقضاياها يا آه يا لا نعم ناقش لا إذن عليك أن تصمت هذه ليس قضية مواطنة هذه قضية فقهية دينية ليس مقصودا بها لا إقصاء ولا شيء نعم نعتب على در الإفتاء في ترجيح الرأي وكذا نعلي أن تراعي السؤال والإجابة والواقع ولكن لا نزيد طبعا أنا يعني لو عايز أتكلم عن در الإفتاء ومخازي در الإفتاء في عهد شوء علام لا تكلمنا بما لا يدعو مجالا لهذا الإجاز يعني فالقضية إذن الرأي الراجح الذي نميل إليه ورجحه الشيخ القرضاوي وكتبه ده سنة 69 يعني ليس جديدا عليه ورجح فيه جواز إعطاء زكاة المال والفطر لغير المسلم الذي لا يكون محاربا إلا هو الإنسان المسالم المتعايش تعايش طبيعي ومواطن في المجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى نتقبل منه ومنكم أقول قبلي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته